اشتركوا في القناة في هذه الأيام لعمال اليائسة والبائسة والفاشلة والتي حاولت أن تستهدف أمن ومقدرات هذا الوطن بدأت مشاهدين الكرام في مدينة جدة وبعد ذلك في القطيف ونهاية في المدينة المنورة وبجوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولله الحمد هذه المحاولات اليائسة والبائسة باءت بالفشل بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بيقضت وحنكت رجال أمننا البواسل في هذا الوطن المعطاء المملكة العربية السعودية مشاهدين الكرام سنتحدث عن هذه الأحداث الأخيرة والتي جاءت في هذه الأيام في أيام العشر المباركة في شهر رمضان المبارك هذه الفئة التي لم تراعي حرمة الزمان وحرمة المكان في المملكة العربية السعودية والتي حاولت أن تحاول وتتمنى ولكن خاب تمنيها بأن تزرع الفتنة وتضع القلاقل والفوضى في المملكة العربية السعودية وهي بالتأكيد تصطدم بوحدة الصف في المملكة وفي هذا الوطن سنتحدث مشاهدين الكرام عن هذه الأحداث اليائسة والبائسة مع ضيفي المتواجد معي في الستوديو ورحب بالأستاذ خالد الغنامي وهو الكاتب والمحلل السياسي أهلا وسلم بك سيد خالد نتحدث عن جانب مهم في ما حدثت من الأحداث المتسارعة الأخيرة نتحدث عن مدينة جدة نتحدث عن القطيف نتحدث أيضا عن مسجد رسول الله في المدينة المنورة هذه الأعمال المتسارعة والفاشلة تبين بالتأكيد مدى تخبط هذا التنظيم الذي يحاول النيل بالمملكة العربية السعودية نعم من الواضح أن هناك تنظيم وترتيب لهذه الأعمال الإرهابية التي جاءت كلها متجامنة في وقت واحد أولا هناك صاروخان أطلق من اليمن صحيح والحمد لله يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى والقوات الدفاعية أسقطت هذين الصاروخين الدفاع الجو نعم والحمد لله يعني لم يصف فيها أحد ثم أيضا محاولة التفجير في المسجد في القطيف جدة قبل القنصلية أيضا احترق الشخص الذي حاول أن يقوم بهذا التفجير وكذلك العملية التي تمت في القطيف كذلك هذا الشخص فجر نفسه قبل أن يصيب أحد بهذا تشعر الحمد لله أن هناك توفيق وحماية من رب العالمين لهذه البلاد الطيبة التي الحمد لله كل أعمالها خير ومنهجها حق وكل هؤلاء المجرمون لقوا عقوبتهم بأيديهم هم قتلوا أنفسهم بأنفسهم والحمد لله يعني لم يصب من أحد اللهم إلا العملية التي تمت اليوم في المدينة المنورة نسأل الله أن يتقبل الشهداء وأن يعافي المصابين نعم نتحدث أيضا عن حرمة الزمان وحرمة المكان أستاذ خالد ونحن في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر من أين من يتحدث عن الإسلام ويعتقدون بأنهم في الإسلام وهم خوارج من هذا الدين ويعتقدون بأن هذه الأفعال تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وهي بعيدة كل البعد عن الله نعم أخي فيصل أنت تتكلم عن خوارج أنت قلتها خوارج أنت تتكلم عن ناس دينهم آخر غير دينك نعم المحلل عندنا محرم عندهم والمحرم عندهم محلل عندنا يعني هم لا يرون لقيمة أو حياة المسلم أدنى قيمة يعني يستبيحون الدم الحرام ويستبيحون الشهر الحرام صحيح أنظر يا أخي يعني مكان محرم وزمان محرم ومن أقدس الأزمنة ثم يقدمون على هذه شرف المكان نعم ويقدمون على يعني حتى وصلت إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم يرتكبون الجرائم ثم ينتسبون لدينه ودينه براء منهم ومن أعمالهم الشنيعة الفضيعة لكن كما تفضلت هؤلاء خوارج الخوارج يعني أناس مرقوا من الدين واختطوا لأنفسهم دينا آخر وفهم آخر للدين وفهم آخر لنصوص القرآن فهم أجوف فهم متطرف فهم دموي فهم لا يرى حرم لأي شيء لا حول ولا قوة إلا بالله أستاذ خالد يعني ارتباط هذا التنظيم بالمساجد اليوم يعني المتابع لتنظيم ما يسمى بداعش يرى ارتباط هذا التنظيم الإرهابي بتفجير المساجد وكأن هذا المسجد هو من سيقربه إلى الله عز وجل هذا التنظيم لماذا لا يختار إلا المسجد لكي يفرغ يعني شحناته ويفرغ غضبه في داخل هذا المسجد وهو بيته من بيوت الله والله هم يسعون إلى إشعال النار الطائفية بين السنة والشيعة ولذلك يتجهون إلى مثلا مسجد الشيعة ليفجروا فيه ثم يتبعونه بمسجد للسنة ومحاولة التفجير فيه المقصود في كل الحالات يعني إنه يكون مكونات المجتمع أي نعم الهدف منها إشعال النار الطائفية صحيح ويعني هذه الرسالة نقولها لكل مواطني المملكة سواء كانوا سنة أو الشيعة المستهدف ليس السنة وليس الشيعة المستهدف هو الوطن نعم المستهدف هو وحدتنا صحيح المستهدف سلم كالله هو الأمن والأمان الذي نعيش فيه والحمد لله نحن منتصرون الحمد لله وكل هذه المحاولات مثل ما تفضلت يا أخي الكريم محاولات فاشلة ومحاولات يعني ضعيفة وكيد يعني هزيل نعم وكلها بحمد الله مقدورة عليها والمملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كل من ورائهم الحمد لله صفا واحدا نحن قادرون على مواجهة هذا الكيد الضعيف ونحن قادرون على داحره والحمد لله أستاذ خالد يمكن يعني ألا تعتقد هناك ارتباط بين العمليات الاستباقية التي قامت بها المملكة العربية السعودية بجهود وزارة الداخلية ورجالاتها العمليات الاستباقية قبل أشهر من خلال يعني القبض على الخلايا النائمة والخلايا النشطة في المملكة العربية السعودية ألا تعتقد هناك ارتباط بين هذه العمليات الاستباقية وبين ما يحدث من تخبط خاصة من ناحية تفجير مسجد في القطيف في إضافة المحاولة طبعا وإضافة إلى المدينة البنورة وإضافة إلى مدينة جدة هم طبعا لا بد أن نشكر رجال الأمن البواسل الذين يعني بعد الله سبحانه وتعالى يقومون بحماية هذا الوطن ويتابعون هؤلاء المجرمون ويسهرون بينما نحن نائمون وننعم بالرأة بلا شك أنه عندما تنجح أجهزتنا الأمنية في القبض على هذه الخلايا النائمة ويقل عددهم يقل عدد هؤلاء فإنهم بلا شك سيحاولون المسارعة في تنفيذ ما هو مجدول عندهم من العمليات يعتقدون بأنهم هنا يعني وهذا ما يؤدي إلى التخبط مثل ما تفضلت وحقيقة يعني قبل أن نجاوز هذه النقطة لا بد أن نقدم يعني الشكر والدعاء لرجال الأمن البواسل مثل ما ندعو للمرابطين المقاتلين على الحد الجنوبي هؤلاء يعني هاتين الشريحتين يجب أن نكثر من الدعاء لهم ويجب علينا يجب على كل سعودي أن يكون كما قال الأمير نايف رحمة الله عليه أن يكون رجل أمن صحيح نستاذنك أستاذ خالد ونذهب معكم مشاهدين الكرام إلى هذا الاتصال الهاتف الذي أجراه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي حول الحادثتين التي حدثت في القطيف وفي المدينة المنورة مع الأخبار التي تحدث من خلالها مشاهدين الكرام في هذا التصال أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لرجال الأمن في رصب هذا الإرهابي والاشتباه به قبل أن يتمكن من بلوغ غاياته وتفجير نفسه بما يؤدي إلى الإضرار بأكبر عدد ممكن من الأبرياء مرتكب هذا العمل الحقيقي لم يتم التثبت من هويته حتى الآن وسيتم الإعلان عنها طورة التثبت منها ولكن الدلائل الأولية تشير إلى أنه من المقيمين في المملكة وفي العقدة من العمر تقريبا في حقيقة الأمر ننتظر نتائج التحقيقات الجارية حاليا في هذا الخصوص خاصة وأن هذه المنطقة طبعا قريبة جدا من أحد المساجد الموجودة في أحد الزوايا أو قريبة من التقاطع وكذلك من القنصلية الأمريكية وبالإضافة إلى تواجد عدد من رجال الأمن في الموقع وكل هذه قد تكون غايات مثل هؤلاء حسب ما تعاملنا معهم في الماضي ولكن نأمل أن نتمكن الحقيقة من خلال التحقيقات إلى تحديد غاياتها الحقيقية ولا نستبعد الحقيقة أن تكون غاية الأساسية استهداف رجال الأمن يعني بدليل أنه بمجرد أن رجال الأمن توجهوا إليه بعد الارتياب في أمره نبادر بتفجير نفسه ربما أنه كان يشعى إلى أن يؤدي ذلك التفجير الحقيقي إلى النيل من رجال الأمن الذين توجهوا إليه للتعامل معه بحمد الله تعالى الإصابات طفيفة جدا وأعتقد حسب المعلومات الأولية لدي أنهم غادروا المستشفى بعد أن تلقي العلاج اللازم ولكن الإصاباتهم طفيفة ولا يسا هناك الحقيقة ما يدعو إلى القلق بشأن وضعهم الصحي إذن مشاهدين الكرام استمعنا معكم هذا التصريح للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية سعادة اللواء منصور الترك الذي تحدث عن الحادثة التي وقعت في مدينة جدة والتي ذكر بأن المعلومات الأولية تشير إلى أنه من المقيمين في المملكة العربية السعودية وكان الهدف هو من الممكن استهداف رجال الأمن الذين بادروا بأن يأتوا إليه بعد أن شكوا بوضعه وبتصرفاته وبعد ذلك أقام بتفجير نفسه وأنه هناك إصابات ولكن الحمد كانت طفيفة وخرجت من المستشفى أستاذ خالد يمكن حديث المتحدث الأمني بوزارة الداخلية تحدث بشكل تفصيلي عن ما حدث في مدينة جدة ما حدث في مدينة جدة بالتأكيد أنها ولله الحمد خرجت بلا وفيات وكانت محاولات يائسة من الهالك وهو من المقيمين لنيل من رجال الأمن ولكن الحمد بالحنكة والدراية والخبرة التي اكتسبها رجال الأمن حالت دون وقوع أي خسائر نعم الحمد لله على ذلك أولا وآخرا الله هو الحافظ سبحانه وكذلك لا شك أن نشيد بجهود رجال الأمن الذين يقومون بجهودهم على خير وجه بل يبذلون فوق ذلك نعم نحن نرى الجهود التي يقومون بها وخصوصا في الحرمين الشريفين وخدمتهم للمعتمرين والزائرين وهذا اللطف والعطف مع الناس كلها ومع المعتمرين ومع كل الضيوف يعني بجهد يا أخي والله جبار جهد يعني تشعر بالفخر والاعتزاز بهم حقيقة صحيح وفوق هذا يأتي هذا المجرم القذر ويحاول استهدافهم يحاول أنين منهم جميل يمكن في السابق كنا نتحدث عن أعمال إجرامية يقوم بها هذا التنظيم الإرهابي يعني بعيدا عن الأماكن المقدسة اليوم يعني تجرأ هذا التنظيم ووصل إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبالتالي يعني نسفوا حرمة الزمان وحرمة المكان وقاموا بفعلهم المشي نعم هناك يعني لا بد أن نلاحظ شيء نعم نحن نقول أن هؤلاء الأعضاء هم يعني ممن يتبنى عقلية أو عقيدة الخوارج نعم لكن لابد لا نغفل عن البعد السياسي لهذه العمليات هناك أو ناس مسيسون يديرون هذه الأدمرة المتخلفة ويحاولون أنهم يعني يسعون بحيثنا تحقق أهداف ومطامح ومحاولة الحاق الأذى بالمملكة أو الحاق الأذى بسمعتها أو بقدرتها على حماية الحرمين الشريفين فهذا هو الهدف الهدف هو التقليل من قيمة المملكة والتقليل من قدرتها على حماية الحرمين الشريفين وكل هذا طبعا يعني نقولهم يعني بعيد عنكم هذا الكلام لأن المملكة قادرة أن تحمي الحرمين وقادرة أن تحمي حدودها بل وقادرة على حماية جيرانها أيضا بالتأكيد وأيضا في إدارة الحشود يعني بدارة الحشود ولا ننسى أن الضيوف الحرمين الشريفين هنا يتمتعون بالصحة والعافية ودليلا ومصداقا لحديثنا هو أنه بعد التفجير بدقائق كان هناك صلاة العشاء وصلاة التراويح في المسجد تمت بشكل صحيح وبسلاسة ولله الحمد ودون أي ارتباك ولله الحمد ذهب المصلين زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصلوا وهم بطمانين شاهدناهم في قناة القرآن وقناة السنة وقنوات السعودية نعم هو الصلاة تمت الحمد لله بشكل صحيح وهذا نوع من التبسم في وجه العدو التبسم في وجه العدو مهم لكي يدرك أنه فشل صحيح أنه فشل في أن ينال منك وهذا الحمد لله ما استطاع رجال الأمن السعوديون والمملكة ككل بتوحدها وتكاتفها أن تثبت للأداء أنه يعني أنت من رايح يعني هذا بلد والحمد لله متحد خلف القيادة وأهله يعني لديهم قوة جبارة لحماية أنفسهم وحماية مقدساتهم استهداف الأعمار الصغيرة 17 سنة 15 سنة 18 سنة لم يتجاوز العشرين سنة اليوم نعم التنظيم الإرهابي يستهدف هذه الفئات العمرية ولعل يعني الشاهد من حديثنا ما قام به الأخوين من جريمة تقشعر منها الأبدان كارثة قتل والدتهما وأيضا إصابة الوالد وأيضا الأخ هنا إلى ماذا يريد التنظيم أن يصل من خلال أبنائنا وزرع هذه الفتنة فيما بيننا أنت سألت عن الفئة العمرية الفئة العمرية طبعا مهمة يعني ما بين 16 إلى 22 سنة هذه يا أخفي يصل يعني فترة مليئة بالتشويش نعم وعدم اتضاح الرؤية والشاب يعني يحاول أن يثبت نفسه ولديه طاقة رهيبة لا يدري أين يصرفها شايف يعني بعد الـ 22 لما يوصل للرجل إلى سن 24 أو كذا يصبح يعني إما أنه متزوج أو مقبل على زواج ويصبح يعني عازف عن مثل هذه التوجهات يعني تكسب ممكن يكون يعني عقل نضج شوي نعم لا يعني الآن أصبح لأن أصبح أمت أنظمات إرهابية ولم يصبح تابع لهم لأنه صعب شوي عليهم أي يعني يجد أن فرصة تطويع أو فرصة استقطابه صعبة لا خليني أضع جهدي في ابن الـ 16 هذا ممكن أني أكسبه بسهولة ممكن أصطعه هذا اللي يصبح لا هذا صعب يعني بلاش يضيع جهدي في محاولة استقطابه فهم يستهدفون دائما ابن الـ 16 إلى إلى 22 هذا يعني ولذلك إحنا نحرص كل سعودي يا أخوان وكل مسلم وكل إنسان انتبه لأبنائك في الفترة هذه فترة من 16 سنة إلى 22 سنة هذا يجب أنك تنتبه وتشوف ابنك إيش يعني ميوله كيف يقضي وجه يعني أوقاته مع من هم أصدقاءه يعني هذا مهم مهم جدا خصوصا الأب يعني الأب هو المسؤول وهو الرائع صحيح عن الأسرة يجب أن يكون لديه اهتمام ورعاية وخصوصا ونحن في هذه الفتنة ما أحد يريد أن يرى ابنه وقد أصبح مطلوب القبض عليه أو يراه في مشهد أنه يقتل أحد وألديه صحيح صحيح نعود مرة أخرى إلى الحادثة المشينة التي وقعت في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بجواره يعني أيضا التوقيت الزماني يعني يعني والمسلمون مقبلون على المسجد ويرودون أن يتناولوا وجبة الإفطار وهم في دعاء ووقت استجاب دعوة يستغل التنظيم هذا يعني هذه الروحانية بأن يقدم أحد أنا أعتقد يا أخي فيصل أن العملية هذه عملية المدينة أنها ليست الخطة الأساسية أنا أعتقد أن ما حدث اليوم هو الخطة بعد يعني هذا التنظيم كان يسعى لدخول المسجد وتفجير الناس في المسجد لكن عندما حاول أن يدخل المسجد وفشل اتجه إلى أنه بما أنه يعني الآن معه حزاب ناس أو معه مواد متفجرة بلاشي يعني خلاص خلينا يشوف أي رجال الآن من جالسين وأفجره هذه ليست الخطة الأساسية هذه الخطة البديلة فيما يبدو لي يعني هو رائح كان عنده هدف كان هدف دخول المسجد بلا شك لكنه لما فشل وعجز عن دخول المسجد صدوا رجالهم أو اشتبهوا فيه أو كذا أو حسوا أنه صعبة فرجع وعاد إلى بعض إخواننا من رجال الأمن الذين يعني يتناولون الأفطار بين السيارات يعني بس يأخذ اللقمة علشان يرجع مرة ثانية يكمل عملة يخدم ضيوف أي وهو جاء وجلس معهم وفجر نفسه في عملية قابل الإحسان بالغدر بالغدر والإجرام بلا شك ويبدو لي أن هذه ليست الخطة الأساسية الخطة الأساسية يبدو لي كانت شيء أشنع وأبشع يعني بكنا الصورة التي نشاهدها أخي خالد دائما لرجال الأمن في المسجد الحرام وفي مسجد المدينة ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي أيضا أيام الحج نشاهد رجال الأمن كيف يعني يقومون بأعمالهم الإنسانية هم أعمالهم أصلا تنظيمية ولكن نشاهد أعمال إنسانية تفوق العمل التنظيمي الذي يقومون به فهل جزاء الإحساني إلا الإحسان أنت تتكلم يا فيصل عن ناس مغصولة دماغتهم يعني بالتحرير ولكن الواقع والشواهد والصور التي نشاهدها بالتأكيد تضع تساؤلات لديهم هؤلاء الأشخاص لا يتساءل هو تابع تابع لناس تأزه أزة يعني كالشياطين ويعبونه بهذه الأفكار التكفيرية والإرهابية والإجرامية تسمح لي نعم تسمح لي أستاذ خالد ينضم معنا مشاهدين الكرام الآن وعبر الهاتف الأستاذ سليمان الأنصاري وهو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية أهلا وسلم بك سليمان وأنت يعني من أهل المدينة يمكن اليوم أنت في الرياض وإن شاء الله مغادر للمدينة دعنا نتحدث عن هذه الفعلة المشينة والفعلة الجبانة والفاشلة التي حاولت أن تصطاد يعني وتريد أن تصطاد بهذه الأيام وفي هذا الزمان الحرام بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وأين بجوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم تفضل جميل الله يعطيك العافي عزيزي راح لأسأل فيكم في ضيفك الكريم وفي جميع المشاهدين والمشاهدات أول شيء بالفعل أحب أن يعجزي القيادة والشعب السعودي على الشهداء الأربع من رجال قوات الطوارئ اللي بالفعل يعني أنا أقول لله درهم يعني لله در رجال قوات الطوارئ اللي وقفوا دفاعا عن حياض مسجد رسول الله كالسد المنيع أمام الخوارج التكفيريين اللي أنا متأكد تمام التأكد بأنه وضعهم يعني وضع مريب جدا وليس فقط نابع من فكر متطرف فقط بل من مخططات استخباراتية وثياسية من دول معادية وبالتحديد طبعا حكومة إيران متطرفة التي جاهرت بعدوتها للمملكة العربية السعودية وجاهرت من قبل بعض جلالاتها في مسألة تحديد المملكة العربية السعودية وأمنها واستقرارها وهناك أيضا من الدلائل كثيرة يعني مسألة التزامن الذي حدث تفجير القطير تفجير المدينة منورة وفي جدة هذا التزامن كله يدل على أنه هناك رغبة حقيقية من الدولة المعادية الإيرانية في بس خلاياها سواء كانت شيعية الهوى أو سنية الهوى فإيران لا تنظر إلى هذه الأمور لأنها تستخدم الإرهاب بكافة أصنافه مثل جميعنا نحن نتكلم عن تقارير إعلامية نتكلم عن تقارير استخباراتية من عام 2012 والولايات المتحدة في المكتب الفيدرالي في داخل مكتبة الكونغرس تطرقوا بشكل كبير إلى الأعمال التخريبية الإيرانية من خلال ما يسموا بالجنود المجهولون لإمام الزمان وطريقة تعاطيهم مع الجماعات المتطرفة كافة وطريقة تعاطيهم أيضا مع الجماعات المتطرفة التي تدعي بأنها سنية مثل القاعدة في تلك الفترة فما الذي يمنع لإيران أن تستخدم داعش كما استخدمت القاعدة بما أن جميع تقارير استخداراتية تثبت بأن هناك دعم لوجستي كبير ودعم في السكن ودعم في التمويل لإعضاء القاعدة وقياداتها في داخل إيران فأنا أعتقد بأن المملكة العربية السعودية طبعا مثل ما نحن كلنا عارفين إنها حليمة ولكن حينما يأتي الموضوع إلى المساد في مقدسات الإسلام والحرم النبوي بجانب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا أعتقد بأنه لن يكون هناك مجال للحلم بعد الآن نعم فيتم صرق الإرهاب بكافة صنوفه مثل ما كنا وسنستمر وستزيدنا هذه الأحداث صلابة واستبسال في مكافحة الإرهاب ومكافحة من يمول هذا الإرهاب ومن يحرض له ومن يدعمه استخباراتيا من الدول المعادي أستاذ سلمان ممكن أن أتحدث عن دلالات التزامن لهذه المحاولات البائسة واليائسة والفاشلة في المملكة في هذين اليوم جميل وطبعا حتى قبل ما يقارب الساعتين في تقارير إعلامية إيرانية من قبل وسائل الإعلامية الإيرانية التي تعتبر محسوبها الحكومة الإيرانية مثل العالم وغيرها تكلمت بشكل يعني صراحة أنا أسميه شكل سادج جدا في أن أنهم يدعون أن طهران أفشلت أكثر من خمسين عملية تفجير إرهابية في ذات الإيران يعني كما لو كانوا يحاولون أن يصوروا أنفسهم كما لو كانت إيران هدفا يعني من ضمن أهداف داعش وهذا طبعا كلام لا ينطلي على أحد ولكن هم يحاولوا أن يسوقوا هذا الموضوع في هذه الفترة وبعد التفجيرات مباشرة لكي إلى حد ما يصرف النظر خصوصا عن الإعلام الغربي والإعلام الآلمي لأنه صراحة يعني أجده متقاعث بشكل كبير في تاقية أمور الشرق الأوسط وفي مسائل مكافحة إرهاب بالشكل حيادي ومنطقي فهم في الطبقات الإمكانية يحاولون أن يصورون أنفسهم كما لو كانوا ما بينهم وبين داعش عتاوة حقيقية وهذا الشيء طبعا يعني جميع التقارير ليست الإعلامية بل استخباراتها تثبت عدم صحته في مسألة التزامن إجابة على سؤالك يعني على ما واضحة صراحة يعني مسألة تزامنها أيضا مع مهوضوع مسجد القطيف فهي محاولة إيرانية بقدر الإمكان لكي يبثوا هذه الفكرة بأنه هؤلاء وهذه الجماعات هي جماعات ليست لها علاقة بإيران ولكن هذا الشيء لا يمطل على الباحثين في هذا الشهر خصوصا أن هناك تقارير أيضا استخبارية تتكلم عن العمليات التفجيرية التي تمت في العراق في المساجد الشيئة أن هناك ضلوع كبير لمؤسسات تابعة من بعيد للحرس السوري الإيراني نعم ولماذا يفعلون ذلك في نفس المذهب ولماذا يفعلون هذا لأنهم في النهاية لا يلقون بالا لا للدين ولا للمذاهب هم يلقون بالا للإرهاب وبث الفرقة في المجتمعات العربية لأن هذا الموضوع وهذه الأرض الخصبة أي أرض خصبة يكون فيها يعني طائفية تكون مدخل جيد بالنسبة لإيران لكي تدخل وتستفيد سياسيا بقدر الإمكان فأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية واعية تماما إلى هذه الألعاب الاستخباراتية القدرة من قبل الحكومة الإيرانية متطرفة وعلينا أبدا أبدا أن لا نسرق بين موضوع أن داعش هذه تعتبر سنية أو تسمي نفسها سنية فليهذا ليست لا علاقة في إيران هذا كانت خاطئ تماما جميع مثل ما ذكرت التقارير الاستخبارات هي تثبت احتضان إيران لعصابات القاعدة والقاعدة هي داعش هي امتداد للقاعدة وما إلى ذلك فأنا أعتقد بأنه الحرب ضد الإرهاب ستأخذ منحة جديد في الفكرة الحالية وعلينا بالفعل أن نكون يقضين أكثر وأكثر لأنه هذا الآن شكرا لك سيد سلمان إذا سمحتني وقتنا أزف والحديث معك لا يمل بتحليلك المنطقي لهذه الأحداث وما تمر به المنطقة وأنا أعدك إن شاء الله بحلقات قادمة بأن تكون معنا ضيفا الأستاذ سلمان الأنصاري وأنت الكاتب والباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك يمكن الأستاذ سلمان أستاذ خالد أخذنا إلى سؤال أيضا مهم جدا وهو الهزائم التي منيت بها إيران في سوريا وفي العراق وفي اليمن وأيضا في محاولة للسيطرة على لبنان كلها محاولات يائسة وفشلت بها تحاول اليوم أنها تزرع القلاقل في داخل المملكة العربية السعودية بطرق يائسة وطرق فاشلة أنا أعتقد أنه إيران تحاول أن تهرب من أزمتها الداخلية نعم عندما تكون الدولة تعيش أزمة داخلية مع شعبها وتتوقع يعني ثورة داخلية أو انقلاب عسكري أو ثورة شعبية فإنها تسعى إلى افتعال المشكلات مع الجيران نعم يعني من طبيعة البشر أنه عندما يشعرون أن بلدتهم مثلا تخوض معركة في لبنان تخوض معركة في سوريا باسم المذهب باسم الانتصار كذا يعني نوعا ما هي تضعف تهرب إيران تهرب من مشاكلها الداخلية إلى افتعال هذه المشاكل نعم في الخارج في سوريا والعراق والآن نرى أنها يعني أصبحت تجر إلى أنها توجه يعني إلى أنها تتصادم مع المعلمة هنا غلطاتها الكبرى أنها تتصادم مع المعلمة نعم اليوم هو دور المواطن الإيراني البسيط الذي يبحث عن لقمة عيشه في وسط هذا الفساد الكبير الذي تعيشه إيران الفساد الإداري والمالي والمواطن البسيط الإيراني لا يجد قوت يومي المواطن إيراني كيف يشاهد ما يدور حوله في هذه الدولة المواطن الإيراني يا أخي الكريم يعيش حالة من الفقر الشديد نعم ويعني برغم الإيراني الاقتصادية الخانقة في السنوات الأخيرة على مستوى العالم إلى أن إيران ما زالت تنفق على الحروب تنفق لدعم حزب الله في لبنان تنفق لمزيد من القتل في العراق نعم بينما شعبها لا ينال من الحصة إلا أقل القليل واليوم كان فيه حديث يعني عن مظاهرات في إيران يعني إيرانيين يرفعون اللافتات ويقولون أتركوا سوريا والتفتوا لنا صحيح هناك من يبيع أعضائه في إيران لأجل صدقوة يومي مع الأسف نعم أحدا بتأكيد يعني نريد أن نلخص هذه الحلقة من برنامج الحدث بهذه الأحداث التي مرت بها المملكة العربية السعودية ووجدت حصنا منيعا اتجاه كل من يحاول أن يمس شعرة من أرض هذا الوطن بأمنه وأمانه نعم والله يعني إن كان هناك من شيء نقول والحمد لله يعني على هذا التوحد بين هناك وحدة قوية خلف القيادة وهناك انسجام بين شرائح المجتمع كلهم بكل طيافهم والحمد لله الكلمة واحدة ورجال الأمن يؤدون واجبهم وأكثر ويعني إن كنا سنقول شيء يعني سنقول لإيران يعني أنك تناطحين جبلا بهذه الأعمال يعني يعني أنا أتصور أنها الخسارة الكبرى وأن فعلا إيران تكون غير عاقلة إن كانت هي فعلا صحيح من يقف وراء هذه الأعمال الإجرامية ويعني هو قد ثبت تورطها وعلاقاتها نحن نعرف أن داعش والقاعدة هؤلاء الناس مرتزقة سلاح يؤجر لمن يستخدمه ويعني جاء الحديث عن كذا شخص من زعمات هذه التنظيمات الإرهابية يعني علاقات قديمة مع إيران شكرا لك أستاذ خالد الغنام أنت الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا في الحديث عن هذه الأحداث المشينة والمؤسفة التي حدثت في هذين اليوم أنا أشكرك أخي فيصل وسعيد اللي كنت معكم شكرا لك وإذن المشاهدين الكرام نسأل الله القدير أن يحمي هذا الوطن من كيد أعدائه ولا يسعني في الختام إلا أن أقول هاتين الكلمتين أوجع المدينة أوجعهم الله عذرا يا رسول الله نمر من أمام قبرك ونقرأ السلام عليك ونشهد الله بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونثني على صاحبيك أبي بكر وعمر وتستكن القلوب بجوار قبرك الشريف أيها الحبيب وهؤلاء يخونوك وخانوا جوارك اللهم أرن بهم عجائب قدرتك اللهم رد كيدهم في نحورهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة